السلام عليكم معكم كمزة البعجي أكثر الناس يعرفوني كواكيلة أمال فنانين ودابا مسيرة لشركة ديالي اليوم تعرضت للنص منعد واحد الشركة اللي بنسبة لها هي كشركة انترناسونال معروفة في المغرب وخارج المغرب اللي هو غروب هاد الناس هادو المغربة بالمغربة المغربة بالمغربة لا يعملوا مزيان وكمما يعرفة عباد الله يوجد مهم أي نوع من المغربة والمغربة بالمغربة نفس الناس لقد قد قد نشيان وقد أعطيتهم الأفانسة نهار 25 في شهر 12 من هنا لم تعد ذلك أنتنا نهار 12 في شهر 5 كاريال بيرو نجمعهم كل شهر ودينا غير شهر ودينا ملتق كامل معهم أخذتك كنغاتي في نهار 9 في شهر جوج 2017 لا يوجد مشكلة في الخدمة لا يوجد شيئا في كونديسيوني يقالي اليوم لدي صالد غينيو وانكلو لدي صالد فيماغ لدي كوزين تهيات شيئ كامل ما كناش سأرى صور في حالة يرتلى هذه الكوزينة لا يمكن أن يكونوا كإنسان يقدروا يعيش في صدق المجتمع كحقير مستخحا أسو بوان لا نخلصوا فلوسنا في شيئا والمعارضة التي لا يجب أن يكونوا كوزين سيدي هذا هو المعارضة لترى الأولى والثالثة والرابعة لن يقول لك لا يجب أن يكونوا كائين خارج من البلاد نحن نرى الأشياء الثانية لانتعاملت معي لانتعاملت لانتعاملت قانوني لانتعاملت قانوني وعندما نبيهني من هذه المجتمع هم المجتمع من طرف الشركة وعندما نصب عليهم أجدك أن يكون هذا المجتمع وعندما نعرف كذلك وعندما نعرف كذلك وعندما نعرف كذلك من أبسط الحواج يجب أن يكون هناك خيارات وضعوا بخيطة الوضعية بأس 7000 درهم أخذتها يومي وتعاملت يومي تقول لي فاكتورك يعطيها لك إلا التفاية داخلها فيها قال لي كان طلبنا الباترون هذا والناس الذين يصيرون من هذه الشركة علش الشركة ديالي درت لك خياسون عند جروب وفاكتور ديالي ما عنديش علش حقوقي ما أعطوهم شليا علش أنا كنخلص بيرويا كل شهر وعندي الروسي ديالون فالأخير قال لي هذا الروسي سيري كولي ما عندك ما تصوري من عندنا بهذا المفهوم هذا ما عندك ما تصوري من عندنا انت رغم مواطنة مغربية قصير اذا كانت هذه الطريقة ستقصير ونرى لنا ستفوتك ونفوتك واذا لهذه الدرجة كنا الحقراء؟ أنا ممكن انت حقرت ولكن أنا هذا الفيديو لا أخرج من المغربة كاملين لكي تشاركوا اخطائهم في نفس الخطأ التي تحت فيها وتعرضت النصب البارح كتجيني واحد يصال يقول لي هذا ليس شيء إذا أنت تبعي القانون سأطلع معك 5 كم واذا نظركم واحد قاري ووصل المستوى أنه يدير ديك خياشون سأطلع معك 5 كم لماذا تكون هذه مواطنة مغربية قصير ونرى لديها واسبة تشي شيء ما شاداها هؤلاء الناس لا يخافون من الله لا يخافون من عواشر لا يعرفون هؤلاء الناس من يجلبوا الفلوس من عرق كتافهم كنصاروا على اليوم باش نجلبهم ونرى لديهم أبخي تشي شيء جاءتني إلى ديبريسيون وصلت إلى التهديد قال لك لا تصل إلى بيروك أتحول إلى بيروك لماذا؟ كنت طلب من السيد يعطيني غير أجوبة لأسئلة لماذا لا نأخذ فاكتور؟ لماذا أنا كاري يالبيرو نهار الأولى عندك وقدرت عندك خياشون دون تخذ خياشون وتعطيني الرواسف اسميتي اليوم يأتيني التهديد لما عندك حق تديري عليها تفتشي فيديو ومعندك حق نهائيا تقولي عليها شيء كلمة غادي ربيك بسيفته شكون وليديك تكرفسوا عليها باش رباولي وقرريني جي واحد كينصب على عبد الله يربيني أنا لماذا؟ هذي حقران؟ لماذا لا يوجد قانون في البلاد؟ الحمد لله سأقولي الحمد لله القانون لقيته في جنبي ولقيته في صفتي ولقيته في صفتي كل شيء لقيته في صفتي حيث تجدوا عندي وطائقية كاملة مكمولة وكل شيء ولكن يجب أن نصل إلى المرحلة نطالب بحقي ونصل إلى المرحلة التهديد هذي لا سنقبلها مهما كان أنا إنسان اللي طاموحه وبقيت في بلادي مخرجش على بلاد خرابة بشخدمت ولقيته في بلادي وجمعت فلوسي ودرت وخديج وطائقية كاملة وفي الأخرى نصورها لقانوني لحقي لبيروية لأكلية ويهربوا لي حطلة ونزيدكم من هذا الشيء كامل ما أخذت بيديا اللي تواعدت بها نهار الأول وسنيتها بديا وقالي ويجيبوا لي بقى ما توصلت بها كأننا أخذ رواسب بحاجة كاريحانوت بحاجة غاراج ودير حانوت ويعطني الرواسب كل شهر والرواسب اسمي ليس في اسم الشركة أنا لك أنت مفاهمة كنت طلب من المواطنين الذين يفهموني نظر ما راح إلى ذي يفهموني كنت مننا في غيمة وكنت مننا من المواطنين يعاولوني ولو غير الدعوات لكم لنأخذ حقي